كابتن خطيف كلمته أخيراً يعني في المؤتمر الصحفي الأخير في المؤتمر الصحفي الجامعة الكندية على ما أتذكر قال إن خلاص الموسم إحنا أخذنا خمس بطاعة وكل الحاجة ولكن اللي جاية أصعب وأصعب بالفعل جداً أستاذ محمود يعني من ضمن اللاعبين برضو للواحد دايماً بيحب يتكلم عنهم وخصوصاً خلال هذه الأيام لأنه كهرباء واحد من الناس اللي تقلقت وتغير بنسبة 100% طبعاً كابتن تكملتن بس كابتن كلامنا أستاذ جمال عاوز أقول إن وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ربنا كافي حالة الجهد والإخلاص اللي اتعاملت في النادي آلي سواء من الإدارة سواء من اللاعبين سواء من الجهاز الفني توفيق ربنا كان حليف وتجلى التوفيق كان في نهاية دورة أبطالة أفريقيا في الفوز على الوداد يعني بفارق الأهداف الزهاب وأيام التوفيق ده ما بيجيش من فراغ والناس المشغولة بالحظ الحظ برده ما بيجيش من فراغ الحظ دايماً للمجتهد وبيجي في اللحظات ربنا بيكافئ كل واحد على قد عمله الدولة والنادي الآلي استحق عن قدارة بأمانة شديدة خمس بطولات خمس ألقاب مهمين جداً في حاجات كتير جداً سانورهاد غيرت داخل في الاتنادي لا بد أن يتحيي عليها المدير فني مارسل كولر وتعديله لكسير من ناداء بعض اللاعبين وعلى رأسهم يمكن يأتي كهرباء كهرباء تغير وانقلب حاله 180 درجة بأمانة شديدة يعني التركيز داخل الملعب خارج الملعب الانضباط شفنا كسير من المواقف وكهرباء أنا شايف برضو بيحتاج دعم أكتر من الجمهور وبطالبه حاجة تانية وبطالبه هو شخصياً أنه لا يشغل باله بمخارج المستطيل الأخضر عنه أنه التركيز وبرهن هو ده الفرق اللي حصل مع كهرباء تعديل السنين ما طبعاً ما أنه يعني بطالبه وأقوله أنت عندك كتير وانا شايف أنك أنت لسه ما قدمتش كل اللي عندك تستحق أنك أنت السنة الجاية يكون رهانك أنا كنت تبقى نجم الموسم نجم الموسم يعني إضافة كبيرة جداً لفريق النادي الأهلي بقوة أكتر من الأدية والسلفة الكهرباء من عناصر فاعلة طبعاً دعم مكولر كان واضح بالنسبة له مهم جداً كان مسندته لي وهو يعني بأمانة شديدة أدى بدور وأنا بقولك هو من اللعيب المميزين اللي عنده لما بيكون بركز في الكورة بيعمل حاجة عشر عن عشر من اللعيب المميزين اللعيب عنده بكنات كبيرة جداً بقوله الموسم اللي جاي صعب خاصة أنه الانطلاق هتيجي كمان مع يعني الدولة هيبدأ منتصف سبتمبر وعندك دول السوبر للأفريقية يبقى برضو تحدي كبير جداً وتكملية الكاس اللي هتبدأ برضو سنو فينال برضو يعني عاوز أقولك إيه كل لما أنت تيجي التعدد المكاسب كابتن سلام هتيجي يعني الرجل ده عدل حال مين عد رأسهم كهرباء بيرس تاو محمد عبد المنع محمد هاني محمد هاني كل الناس دي كانت عندها فقدة سخة بسببها سين الشحال دي العناصر أصبحت عناصر هتلقى فيه كتير وأنا بقولك مع بداية فترة إعداد وموسم أنا شايف أنه كورر ما أقدمشي الكورر اللي هو عايزة حتى الآن بنسبة النسبة اللي أقدمها ما تتعداش ربعين في المية أنا شايف الرجل ما زال في جوابط الكتير جداً اللي بدور عليه وبيصل للمستوى المطلوب أعتقد فترة إعداد هتبقى مهم جداً تركيز مهم جداً العمل لازم أبص على المنافسين وأنا باجري كده شايف اللي حوالي الدوري السنة جايبها دوري صعب جداً خلاص ناس كتيرها دبقى هدفها أنها تحاول تعرقلك بس أنت محتاج أنك أنت تشتغل على أخطائك وعيوبك وسلبياتك وما تلتفتش للبرة زي ما تلتفتش للبرة إذا ركست في ملعبك وراكست في أنك أنت تصلح من نفسك هيبقى لك شأن آخر لو انشغلت بالضجل اللي هتعمل حواليك والضجل اللي هتتعمل حواليك هتخسر نفسك وتخسر في الملعب فأنا عاوز أقولك الشغل اللي هو عمل كبير جداً مش للإدارة الكورة بس في الأهلي وللجهاز الفن واللاعبين أيضاً للجمهور والجمهور يبقى له عامل ودعم كبير جداً للفريق مع انطلاق الموسم أتمنى اللي حصل الموسم الماضي يكون بداية كمان لتأكيد وانطلاق على التفاق الأهلي في الموسم وانطلاق على التفاق الأهلي